خصائص سكان وطننا العربي أبناءنا الأعزاء لقد وهب الله وطننا العربي بيئات متنوعة وسكانا يتميزون بالذكاء والفطنة استطاعوا العيش في تلك البيئات واستثمار مواردها ولذلك تنوعت أنماط معيشتهم وأماكن إقامتهم فهل تعرف أنماط سكان وطننا العربي وأماكن إقامتهم لاحظ الصورة التي أمامك تلاحظ ما يلي الصورة رقم واحد لسكان تمام الصحاري أي البدو ويعملون بحرفة الرعي أما الصورة رقم اثنين فلسكان الريف ويعملون بحرفة تمام الزراعة والصورة رقم ثلاثة لسكان الحضر ويعملون بالصناعة والوظائف نستنتج من ذلك أن سكان وطننا العربي ينقسمون إلى ثلاثة أمام طبقاً لطريقة معيشتهم ونشاطهم ونشاطهم الاقتصادي الذي يمارسونه سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ سكان الحضر هم البدو أحسنت أحسنت لأن سكان الحضر هم أهل المدن والآن تعالوا معنا نتعرف على أنماط السكان بشيء من التفصيل رقم واحد البدو الرحل يتضح من الصورة التي أمامك أن البدو هم سكان الصحاري حيث يعيشون حياة تنقل وترحاب بحثاً عن الماء والعشب وهم يمثلون نسبة قليلة من سكان وطننا العربي وهذه النسبة في تناقص مستمر في معظم الدول العربية ويرجى ذلك إلى رقم واحد تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعديد رقم اثنين قيام الدول العربية بتوطينهم في قرى رقم ثلاثة هجرة أعداد منهم للقرى والمدن القريب سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ سكان البدو في تناقص مستمر أحسن رقم اثنين الريفيون وهم من يعملون بحرفة الزراع وتربية الحيوانات وما يتصل بها من أعمال ويمثلون نحو خمسة واربعين في المئة من مجموع سكان وطننا العربي وهم في تناقص مستمر نتيجة الهجرة المستمرة من الريف للمدن رغم جهود الدول العربية لوقفها سؤال اختر الإجابة الصحيح سكان الريف يعملون بحرفة نقط الراعي أم الزراعة أم الصناعة أحسن رقم ثلاثة الحضر يتضح من الصورة التي أمامك أن الحضر هم سكان المدن الذين يعملون في مهن مختلفة مثل الصناعة والتجارة والوظائف ويمثلون نحو خمسة وخمسين في المئة من مجموع سكان الوطن العربي وهم في تزايد مستمر لماذا وذلك للأسباب الآتي رقم واحد نشأة المدن البترولية كما في دول الخليج العربي رقم اثنين إنشاء الدول العربية للمدن الصناعية كما في سوريا ومصر مثل مدينة العاشر من رمضان رقم ثلاثة الهجرة من الريف الى المدن لكن هل هناك مشكلات ترتبت على الهجرة من الريف الى المدن بالطبع نعم لاحظ معي هذه الصورة تجد أن من المشكلات التي ترتبت على الهجرة من الريف الى المدن ظهور الاحياء العشوائي وهي احياء تتدنى بها الخدمات الصحية والاجتماعية وتفتقر الى المرافق المختلفة وترتفع بها الكثافة السكانية بدرجة كبيرة وهي من اهم مشكلات المدن القبر ولذلك تعمل الحكومات العربية على تطويرها سؤال اختر علامة صواب او علامة خطأ تقل الكثافة السكانية في الاحياء العشوائية احسنت لانه ترتفع الكثافة السكانية في الاحياء العشوائية والان تعالوا نتعرف على خصائص سكان وطننا العربي الاقتصادية والاجتماعية خصائص سكان وطننا العربي الاقتصادية والاجتماعية يتميز سكان وطننا العربي في الريف او المدن بمجموعة من الخصائص التي جعلت منهم اهم عوامل التنمية والتقدم في وطننا العربي الكبير واهم هذه الخصائص رقم واحد الاهتمام بالتعليم حيث تحرص الحكومات في وطننا العربي على اتاح فرص عادلة للتعليم لجميع ابنائه فاقامت المدارس والجامعات في كل مكان وزادت نسبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي الى ان وصلت 65 و 15% ولاحظ معي هذا الشكل للتعرف على نسبة الالتحاق بالتعليم في الدول العربية ومن خلال الشكل يتبين ما يلي رقم آلف اكبر الدول العربية في نسبة الالتحاق بالتعليم هي فلسطين واقلها تمام السودان رقم باء الدول العربية التي اعلى من متوسط الالتحاق بالتعليم هي مصر وعمان واليمن واليمن ومن الدول العربية التي اقل من متوسط الالتحاق بالتعليم هي السودان هل تعلم ان نسبة الامية في الوطن العربي تبلغ 27%؟ سؤال اختر الإجابة الصحيحة أكبر الدول العربية في نسبة الالتحاق بالتعليم نقط مصر أم فلسطين أم عمان أحسن رقم اثنين تنوع الأنشطة الاقتصادية يتميز سكان وطننا العربي بالنشاط والحرص على العمل حيث يمارسون أعمالا مختلفة كما هو واضح في الصورة التي أمامنا ومنها رقم ألف الزراعة رقم باء الصناعة رقم جيم التجارة رقم دال الوظائف المختلفة وتمثل قوة العمل العربية 63.15% من عدد سكان وطننا العربي ورغم ذلك ما زالت نسبة الإعالة مرتفعة وذلك للأسباب الآتية رقم واحد رقم واحد ارتفاع معدلات الإنجاب رقم اثنين ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل رقم ثلاثة ارتفاع نسبة من هم في سن التعليم إلى عدد السكان ولكن ماذا يقصد بالإعالة؟ الإعالة يقصد بها قيام شخص بالإنفاق وتحمل مسؤولية الآخرين اختر علامة صواب أو علامة خطأ ترتفع نسبة الإعالة في الوطن العربي أحسن رقم ثلاثة ارتفاع مكانة المرأة تحظى المرأة في مجتمعنا العربي بمكانة متميزة لذلك أتاح لها المجتمع فرصا كبيرة للتعليم والعمل فقد زادت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي إلى 77% بعد أن كانت ضعيفة في الماضي بسبب بعض العدات والتقاليد التي تمنع تعليم الإناث وبدأت تزداد نسبة مشاركتهن في العمل عن ذي قبل فأصبح منهن المعلمة والمهندسة والطبيبة وعضو البرلمان والوزيرة ولذلك احرص على احترام المرأة فهي نصف المجتمع ومسؤولة عن رعاية النصف الآخر سؤال اختر الإجابة الصحيح زادت نسبة التحاق الإناث بالتعليم إلى نقط في المائة سبعة وسبعين أم ثمانية وثمانين أم تسعة وتسعين أحسن رقم أربع التمسك بالقيم والأخلاق الحميد ويتميز مجتمعنا العربي بالعديد من القيم والأخلاق الحميدة التي تميزه عن بقية المجتمعات ومنها رقم ألف التمسك بالقيم الدينية رقم باء الكرم وحسن الضيافة رقم جيم الترابط الأسري رقم دال التمسك بالعداد والتقاليد الحسن كما هو واضح في الشكل سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ من القيم التي تميز مجتمعنا العربي التفكك الأسري أحسن من القيم التي تميز مجتمعنا العربي الترابط الأسري ملخص الدرس في نهاية الدرس نكون قد تعلمنا أن رقم واحد سكان الوطن العربي متنوعون في أماكن معيشتهم وأسلوب حياتهم فمنهم البدو والريفيون والخضريون رقم اثنين سكان البدو في تناقص مستمر رقم ثلاثة سكان الريف في تناقص مستمر بسبب الهجرة من الريف إلى المدن رقم أربعة المدن في الدول العربية تعاني مشكلات متعددة منها الأحياء العشوائية رقم خمسة معدل الأمية ما زال مرتفعا في بعض الدول العربية رغم جهود محو الأمية رقم ستة المرأة العربية حصلت على حقوق كثيرة في الفترة الأخيرة رقم سبعة سكان الوطن العربي تجمعهم عادات وتقاليد مشتركة كثيرة ترجمة نانسي قنقر